اشتركوا في القناة نتابع المقدمة في هذا الانطلاق المميز الصدارة والمركز الاول تأتينا الشاهنية سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راجد بن سعيد المكتوم محمد بن الضعيف بن غدير لاجتبع شواهين على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني علي بن فراج المري في التضمير وعلى المركز الثالث تتواجد هنا مهيبة لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راجد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية وعلى المركز الرابع النخلي لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راجد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم لمسافري وهنا شعل من تأتي على المركز القام سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راجد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سعيد بالغافرية وصلت النخلي على المركز السادس لسمو الشيخ عمدان بن محمد بن راجد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم لمسافر سابع المراكز تهتينا مياسة لسمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن المعلى علي بن مهير بن بليش هنكتبي في التضمير هناك الشهنية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني محمد بن برقان بن مقارة في التضمير ووصول من نقدة سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع راشد بن سالم بن مخيد في التضمير تأسى المراكز نسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع علي بن هزيم المسافري والشايبة على المركز العاشر نسمو الشيخ احمد بن مكتوب بن جمعة المكتوب والسلطان بن سيف المقبالي في التضمير هذه هي النتائج للمراكز العشرة الاولى وبعد هنا الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول والى مياسة من انتزعت صدارة انتزعت المقدمة والمركز الاول في هذا الانطلاق والتحدي مياسة لسمو الشيخ ماجد بن عبد الرحمن المعلم علي بن مهير بن بليشة في التضمير وعلى المركز الثاني المركز الثاني بهذا الاداء الجميل الوصول من الشاهنية لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوب محمد بن ضعيف بن اغدير لاجتبي ومن الجانب الاخر هناك ايضا تأتينا الشاهنية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني محمد بن برغان بن مجارح في التضمير النخلي على المركز الرابع سبو الشيخ عمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم لمسافري وهناك ايضا النخلي على خامس المراكز سبو الشيخ عمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم لمسافري وعلى المركز السادس الشايبان سبو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم مع سلطان مسيف المقبالي وعلى المركز السابع تأتينا الشاهنية سبا الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بسعيد المكتوم مع بيت بن محمد بالضبيعة الثامنة للنخلي سبا الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بسعيد المكتوم مع علي بن هزيم لم سافر ولكن نعود نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشهوط هنا في المقدمة والشاهنية من تسيطر على زمام الامور على الصدارة على المركز الاول سبو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن الضعيف بن اغدير اللي اقتبي وهنا الشهينية على ثالث المراكز ثالث المراكز عفوا نظيفة القادمة من مدان الشحانية سعادة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثاني محمد بن برقان بن مقارة في التضمير وعلى المركز الثالث هنا تأتينا ان خليل سبو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن هزيم لم سافر ولكن الشهينية ما تضيف النقطة الثالثة خلال هذه الامسية التراثية الجميلة هنا امسية حجر اصحاب السمو الشيخ الشهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم تصل الى خط النهاية مؤلنة الفوز مؤلنة الناموس ثالث نقاط هذا المساء ايضا للمهندس حمد بن ضعيف بن غدية الاختبية المركز الثاني ان خليل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مركز الثالث الشهينية سعادة شغل عزيز بن حمد الثاني المركز الرابع ان خليل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مركز الخامس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم والتوقيت الزمني اربع لقائق وستة واربعين